بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته متى وكيف يخرج الشيعة الإمامية من القمقم الطائفي إلى رحاب الأمة الإسلامية يحاول المسلمون الشيعة منذ عقود الخروج من القمقم الطائفي والتوحد مع إخوانهم المسلمين من بقية الطوائف ولهم مساء كثيرة وعديدة ومحمودة في الدعوة للتقريب والوحدة الإسلامية وهم لا يكتفون بمساعدة إخوانهم المظلومين والمحرومين والمستعمرين كالفلسطينيين والبوسنيين وغيرهم ودعمهم من أجل التحرر من نير الاستعمار والاستبداد وإنما عملوا ويعملون من أجل تجاوز عقبة الخلاف الرئيسي في التاريخ وهو الخلاف حول الإمامة أي بمعنى نظام الحكم وذلك بالاتفاق مع إخوانهم المسلمين في كل بلد على نظام سياسي واحد جديد كالنظام الديمقراطي العادل كما حدث في العراق وإعلان المساواة معهم ورفض أي تمييز بين الشيعة وغيرهم وقد تعاون بعض الشيعة كأعضاء حزب الدعوة الإسلامية ومؤسس هذا الحزب مع إخوانهم في حزب التحرير وجماعة الإخوان المسلمين حتى تتهموا من قبل البعض بالتحول إلى سنة وبالرغم من كل ذلك فإن دعوة الشيعة للتقريب أو الوحدة الإسلامية واجهت وتواجه عقبتين خارجية وداخلية وتتمثل العقبة الخارجية بالتشكيك في صدق نوايا الشيعة واتهامهم باستعمال التقية أو استغلال دعوة التقريب من أجل تشياء أهل السنة وأما العقبة الداخلية فتتمثل في الحقيقة في التراث الطائفي الإمامي المروي في كتب الصحاح الشيعية عن أئمة أهل البيت ولا سيما الإمامين الباقري والصالق والذي يعرف الإيمان بالاعتقاد بولاية أهل البيت أن الإيمان هو الاعتقاد بولاية أهل البيت وعدم الاعتراف في إسلام من لا يؤمن بالولاية إلا ظاهرا والتعامل معه في الدنيا كمسلم ولكن عدم قبول الله لعمله في الآخرة وإلقائه في النار مع الكفار وانأكاس هذا التعريف أو هذه العقيدة على كثير من الأمور الجزئية مثل التولي والتبري ورفض انتخاب النواب السنة في مجالس الشورى مثلا أو البرلمانات أو رفض رئاسة غير الشيعي الإمامي الاثنى عشر للبلد كما في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو الصلاة خلفه جماعة خلف السنة أنه هذا ميجوز عن فقاء الشيعة باستثناء فتوى الإمام الخميني بالصلاة خلفه أئمة الجمعة والجماعة في الحرم المكي أثناء الحج وأيضا عدم جواز إعطاء الزكاة لأهل الخلاف يعني أهل السنة وباقي الفرق الشيعية من غير الاثنى عشرية إلا باعتباره من المؤلف قلوبهم وجواز غيبة المخالف وما إلا ذلك أحكام كثيرة يعني أحكام مؤسفة يعني ومزعجة وبالرغم من تأويل بعض الفقهاء لتلك الأحاديث الواردة عن الأئمة بشأن الولاية والتخفيف من وقعها وآثارها في العلاقة مع الآخرين فأن المشكلة الرئيسية التي تحول دون التخلص من تلك الأحاديث هو الاعتقاد بصحة تلك الروايات سندا أن هذه سنتها صحيح لوثاقة رواتها وأيضا هي مروية في أصح المجامع الحديثية الشيعية الإمامية مثل كتاب الكافي وعدم إمكانية التحرر منها تماما ومئة بالمئة ولذلك فقد التزم فقهاء الإمامية الاثنى عشرية بتلك الأحاديث وأفتوا على ضوئها منذ أكثر من ألف عام ولم يستطع أي فقهين شيعي إمامي حتى الآن التحرر منها والإفتاء بخلافها حتى لو اقتنع أو اضطر هو للإيمان بضرورة الوحدة الإسلامية الولاء لأهل البيت ركنوا من أركان الإسلام وذلك لأن الثقافة الطائفية الموروثة من القرن الثاني الهجابي عند تأسيس المذهب الإمامي في عهد الإمامين الباكر والصادق هذه الثقافة تعظم من موضوع الإمامة وتقرينها بالتوحيد والنبوة وتشبه طاعة الأئمة بطاعة الله ومعصيتهم بمعصية إبليس لله وينقل كلين مثلا في كتابه الكافي حديثا عن الإيمان الباكر يقول فيه أن الله افترض على أمة محمد صلى الله عليه وآله خمس فرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا لا والله ما فيها نخصة ويعتبر ويعتبر إمامي الباكر تولي غير الأئمة نوعا من الإلحاد في الدين طبعا أنا كل المصادر ذاكرها من شورة في المقالة وفي كتابي الإسلام التشيوع السياسي والتشيوع الديني وكما يروي الحر العاملي في وسائل الشيعة عن أبي جعفر الباكر قوله إن الله عز وجل نصب علي عليه السلام على من بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا ومن نصب معه شيئا كان مشركا ومن جاء بولايته دخل الجنة وينقل العاملي أيضا نفس الحديث عن الإمام جعفر الصالق أن الله جعل علي عليه السلام على من بينه وبين خلقه ليس بينه وبينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا ومن شك فيه كان مشركا وقد رفع الإمامة موضوع الإمامة يعني إلى مستوى العقيدة والعبادات الضرورية في الإسلام إلى اعتبار الولاء للأئمة شرطا للهدى والتقوى والإخلاص واتهام من لا يؤمن بولايتهم بالضلال والشرك ورسم صورة سلبية بين قوسين لأعداء أئمة أهل البيت وشيعتهم وخصومهم أن أي واحد مي والي أهل البيت فإذن هو عدو حيث تعود الأحاديث التي يرويها الإمامية عن الباكر والصادق إلى الوراء بالتاريخ يعني لتشكك بإيمان الخلفاء الراشدين الذين تبوأوا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتتهمهم بالكفر والشرك والنفاق أيضا كما ينقل العامل عنهما يعني عن الباكر والصادق يقول من ادعى الإمامة وليس هو من أهلها فهو كافر وعن أبي عبد الله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إماما ليست إمامته من الله هو يدعي فتواحد هذا إمام هو موم إمام من الله ومن جحد إماما إمامته من عند الله ومن زعم أن لهما يعني أي بكر وعمر في الإسلام نصيبا ونسب الإماميون إلى الصادق حديثا يعرف الإسلام والإيمان والفرق بينهما يقول فيه الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد العبده ورسوله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا هو الإسلام والإيمان الإيمان معرفة هذا الأمر معرفة الولاء يعني معرفة الولاء الأم مع هذا فإن أقر بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ظالا وأنه قال أيضا مننا الإمام المفروض طاعته من جحده مات يهوديا أو نصرانيا حتى لو يصلي وصوم حج زكي ورواة الإمامية عن الباكر والصادق روايات عديدة عن النبي الأكرم باعتبار من يحب علي ويعرفه ويطيعه ويدخل بابه مؤمنا ومن يرفضه أو يجهله أو يحاربه كافرا ونسب إلى الصادق اعتباره كل من نصب شيئا أو في حديث آخر شخصا دون أهل البيت فهو من يعبد الله على حرف وأنه قال أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا إذا جعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بذلك مشركين وانطلاقا من اعتبار الولاء لأهل البيت إيمانا أن هذا صار الإيمان ومخالفتهم كفرا فقد اتخذ فقد اتخذ الفكر الإمامي موقفا سلبيا من الصحابة الذين لم يتبعوا علي بعد وفاة رسول الله مباشرة ونقل الكليني عن أبي جعفر الباكر أنه قال ذهب المهاجرون والأنصار إلا ثلاثة أو حديث آخر كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم ثم عرف أناس بعد يسير هؤلاء الذين دارت عليهم الرحة وأبوا أن يبايعوا حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرها فبايع وروا الكليني عن أبي عبد الله أنه قال من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر وأنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة من الله ليست له هو مو إمام من الله بس قال عني إمام ومن جحد إماما من الله الله معين إمام هو يرفض الاعتراف به ومن زعم أن له ما في الإسلام نصيبا وأنه إمام الصادق اعتبر من ينكر أحد الأئمة كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن هنا اعتبر الإماميون عدم بيعة الصحابة لإمام علي مباشرة بعد النبي نوعا من الردة وروا الإمامية عن الباكر أنه قال كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه أو يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ظل متحير والله شانع لأعماله ومثله كمثل شات ظلت عن راعيها وقطيعها إلى أن يقول ومن أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهرا عادلا أصبح ظلا تائها وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق وإن أئمة الجور وأتباعهم لم أزولون عن دين الله قد ظلوا وأظلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون يما كسبوا على شيء ذلك هو ظلال البعيد كما رووا عن الباكر أنه قال من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله أصبح تائها متحيرا ظالا إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق وعن أبي عبد الله من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ظالا وروا الإمامية عن الصادق أنه قال إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقية وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة ونقل الكلين عنه أنه قال لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله ولا عثب على من دانه بولاية إمام عادل من الله ألا تسمع لقول الله عز وجل الله وليل الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله وقال والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى ظلمات إنما عنا بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله عز وجل خرجوا بولايتهم إياه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم النار من الكفار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأكد أبو عبد الله الحديث المنسوب للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية أكد قال هذا حديث صحيح وفسرها فقال إنها جاهلية كفر ونفاق وظلال وروا المفضل بن أمر وهو من النغلات المفوضة زعيم فرقة المفوضة عن أبي عبد الله الصادق أنه قال من دان الله بغير سماء عن صادق ألزمه الله البثة إلى العناء ومن ادعى سماء من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك وذلك الباب المأمون على سر الله المكنون ولم يقتصر الموقف السلبي مما لا يوالي الأمم من أهل البيت عند الباكر والصادق بل امتدى إلى الشيعة الإمامية الواقفية الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر ولم يعترفوا بإمامة ابنه علي رضا حيث ينقل لنا أتراث الإمامي أن أحد القطعية يعني الذين آمنوا بالرضا سموهم القطعية كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عن من وقف على أبي الحسن موسى أن هذا شنو مصيره شنو حكمه فكتب لا تترحم على عمك وتبرأ منه أنا إلى الله منه بريء فلا تتولهم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا من جحد إماما من الله أو زاد إماما ليست إمامته من الله كان كمن قال إن الله ثالثة ثلاثة إن الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا يعني تخذ لفظ الموقف من الشيعة الإمامية الواقفية أيضا هؤلاء كفروا وعندما تشتت الشيعة الإمامية في القرن الثالث بعد وفاة الإمام الحسن العسكري إلى فرق عديدة راح يكفر بعضهم بعضا واختلك الاثنى عشرية الذين افترضوا وجود ولدي مستور للإمام الحسن العسكري عام ١٦٢ الهجرة اختلقوا أحاديث على لسان الإمام الصادق عن آبائه عن رسول الله أنه قال الأئمة بعدي ١٢ أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم إلى أن قال المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر هذا جابوا حديث عن رسول الله وذلك بالرغم من الغموض والحيرة التي عمت شيعة الحسن العسكري وفرقتهم إلى أربع عشرة فرقة وعدم وجود أي دليل تاريخي على ولادة ابن الحسن المفترض بل نفي العسكري نفسه وأهل بيته لوجود ولدي لديه وعدم رؤية ذلك الولد المفترض منذ ذلك الحين إلى الآن ولكن الأثنى عشرية صاروا على دربي سلفهم الإمامية في استخدام الإعلام الإرهابي وتكفير من لا يؤمن بعقيدتهم القائم على سراب والدعاء حصر الإيمان بمن يصدقهم فيما يدعون يصبح مؤمن اليؤمن بلثنا عشر مؤمن والما يؤمن بلثنا عشر يصبح هذا كافر أو منافق أو ظالم المقاطعة النفسية والفكرية والسياسية يعني التكفير واللعن وقد أدى تكفير أئمة المخالفين وأتباعهم ولعنهم والحكم بضلالهم إلى موقف سلبي آخر هو الفصل الاجتماعي والسياسي بين الشيعة الإمامية وغيرهم من المسلمين المخالفين يعني دخلوا في غيتو أو في قم قم بنتيجة هذه الأحكام وهذه المواقف فانفصلوا عن الأمة الإسلامية حيث قام الإمامية برواية رسالة خاصة زعموا أن الإمام الصادق وجهها للشيعة وقال فيها أحبوا في الله من وصف صفتكم وبغضوا في الله من خالفكم وبذلوا مودتكم ونصيحتكم لمن وصف صفتكم ولا تبتدلوها لمن رغب عن صفتكم وعاداكم عليها وبغى لكم الغوائل وفي الحقيقة كانت نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت قد أحدثت تطورا كبيرا في بنية الإمامية في أساسهم يعني حولهم هذا التطور من حزب سياسي سابق يلتف حول أئمة أهل البيت في أيام الإمام علي والحسن والحسين ويعمل من أجل الإصلاح في الأمة الإسلامية ونشر الحق والعدالة لأموم المسلمين كما قال الإمام الحسين إنما خلجت لطلب الإصلاح في أمة جدي هكذا كان الشيعة في زمن الحسين حولهم من هذا الأفق الواسع إلى طائفة منغلقة على نفسها ومنفصلة عن بقية المسلمين دخلوا فيكمكم وإذا كانت مقاطعة الظالمين مفهومة ومعروفة عن أئمة أهل البيت مروية دائما فإن الإمامية رووا عنهم أيضا روايات أخرى تأمر بمقاطعة المخالفين اجتماعيا ونقلوا عن أبي عبد الله أنه حذر من مجالسة أهل المعاصي والبدع فقال لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله وقرينه وأنه روى عن رسول الله أنه قال إذا رأيتم أهل الرياب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيع وباهتوهم كلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بداعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخر ورواء الكوليني أحاديثه تأمر بمقاطعة المخالفين وقال في رواية إن قوما من أهل خراسان من وراء النهر أثوا أبا عبد الله فقال لهم تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم تزوجون من أهل يعني أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل ورواء الكوليني يعني الصادق أنه قال لا يتزوج المؤمن الناصب المعروف بذلك وقال لا يزوج المؤمن الناصبته ولا يتزوج الناصب المؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة المستضعف يعني اللي هو مو متعصب ما فهم شيء يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يسمونه مستضعف وعن الفضيل ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله إن الامرأتي أختا عارفة يعني تعرف المذهب على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها قال لا ولا نحمة ولا كرامة إن الله عز وجل يقول فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حلوا لهم ولا هن يحلون لهن طب الآية جاء على الكفار باعتبار هؤلاء أيضا صاروا كفار فاتطبق الآية عليهم طبعا هاي الأحاديث معظمها يعني ضعيف بالحقيقة وأشياء يضعفون هاي الأحاديث ولكنها موجودة في الكافي مثلا وبالتالي يعني ربما يأتي بعض الفقهاء ويبنون عليها ونتيجة لقرار الإمامية مقاطعة المخالفين اجتماعيا فقد قاموا بمقاطعتهم في الصلوات والعبادات وتحريم صلاة الجماعة خلفهم إلا للتقية وامتدت المقاطعة الاجتماعية من الحياة إلى الوفاة فنقل الإمامية عن الصادق أنه رفض الصلاة على جنائز المخالفين وإذا ما اضطر أحد إلى الصلاة عليهم فإن عليه أن يلعنهم بدل أترحهم عليهم وروا عنه أنه قال إذا صليت على عدو الله فقل اللهم أن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك اللهم فحشي قبره نارا وحشي جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يتولى أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل نبيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكيه المقاطعة الاقتصادية وإلى جانب المقاطعة السياسية والثقافية والاجتماعية نقل الإمامية أحاديثة عن آئمة المذهب بوجوب مقاطعة الشيعة لمخالفيهم اقتصاديا وخصوصا في موضوع الزكاة وقد زعموا بتحريم الآئمة لدفع الزكاة للفقراء المخالفين ونقل الزكاة من بلد إلى آخر اللم يوجد عارف في البلد الأول إذا ما فيه واحد فقير في هذا البلد شيعي إمامي 12 انقلوه إلى بلد آخر ووجوب إعادة إخراج الزكاة مرة ثانية إن تم وضعها في غير موضعها ما تكفيها مشغول الذمة وقد تميز الفقه الإمامي في باب الزكاة حيث قال بتحريم دفع الزكاة للفقراء المخالفين واشتراط الولاء للأئمة بالنسبة لتوزيع الزكاة للفقراء حيث نسب إلى الباكر التوصية بوضع الزكاة في أهل الولاية فقط أو نقلها من بلد إلى آخر إن لم يوجد عارف في البلد الأول ونقل زرارة عن الصادق أنهي عن أطاع الزكاة إلا لمن يعرف يعرف المذهب يعني حتى لقرابة الرجل المحتاجين غير العارفين ما يجوز واحد يعطيهم وأنه قال لأبي بصير لا ولا كرامة ونسب الإمامية إلى علي بن موسى الرضا قوله لا تضع الزكاة في من لا يعرف ولا زكاة الفطرة حتى وبلغ التشدد في هذا القرار حد الحكم بإعادة إخراج الزكاة مرة ثانية إن تم وضعها في غير موضعها وكذلك الحكم بإعادة إخراجها على كل ناصبي يتحول إلى التشييع لازم كل الزكوات المطيب طول عمره يدفعها مرة ثانية هو أصبح شيئي الآن ولكنه يجب أن الزكاة تم مقبولة هذه وبناء على كل هذه الأحاديث اللي هي مشكوكم فيها بالحقيقة وكثير من علماء الشيعة أيضا يشككون فيها ولكن أفتى كثير من مراجع الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عبر التاريخ بكفر المخالفين قالوا هلاء كفار وذهب بعض الأخباريين كالشيخ يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناظرة إلى نجاستهم مثل الكفار يعني ولكن الفقهاء المعاصرين كالخوئي والحكيم والخميني حاولوا التخفيف من لهجة التكفير الواردة في تلك الأحاديث وتأويل الكفر بالكفر المجازي المقابل للإيمان وليس المقابل للإسلام أو اعتباري غير المؤمنين بنظرية الإمامة مسلمين في الظاهر في الدنيا وكفارا في الآخرة وقال المرجع الراحل أبو القاسم الخوئي إن أصول الإسلام أربعة الإيمان بالله الإقرار بتوحيده تعالى ويقابله الشرك والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله والإيمان بالمعادة الجسماني والإقرار بيوم القيامة والحشر والنشر ومن هنا لا يحكم بكفر المخالفين في الظاهر مع إنكارهم من ولاية وقد دلت الآيات وروايات الفريقين يعني السنة والشيعة على اعتبار الأمور المذكورة في الإسلام وحقن الدماء وحفظ الأموال ففي موثقة سماعة الإسلام شهادت أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله به حقنة الدماء وعليه جرة المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس وفي رواية داود بن كثير الرقي إن الله تعالى فرض مجبات على العباد فمن ترك فريضة من المجبات وجحدها كان كافرا ومن طريق العام عن رسول الله أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم هذا في الكتاب مصباح الفقاهة جزء واحد صبحة 246 وقال الخوي أيضا قد اعتبر في شريعة المقدسة أمور على وجه الموضوعية في تحقق الإسلام وأما المخالف فليس بكافرا قطعا لإقرارهم بالشهادتين ظاهرا وباطنا هذا أيضا في مصباح الفقاهة وصرح الإمام الخميني بأن الإسلام يتحقق بالإقرار بالشهادتين فقط دون أي شيء آخر فلا تدخل الولاية في ذلك فقال أن المسلم بحسب ارتكاز المتشرعة هو المعتقد بالله تعالى ووحدانيته ورسالة رسول الله صلى الله عليه وعليه وأما الاعتقاد بالولاية فلا شبهت في عدم اعتباره فيه وينبغي أن يعد ذلك من الواضحات لدى كافة الطائفة الحقة إن أريد بالكفر المقابل له ما يطلق على مثل أهل الذمة من نجاستهم وحرم الدبيحتهم ومشاورتهم وتزويجهم ضرورة استمرار السيرة من صدر الإسلام إلى زمائنا على أشرتهم ومؤاكلتهم ومساورتهم وأكل ذبائحهم وصلاة في جلودها وترتيب أثار سوق المسلمين على أسواقهم من غير أن يكون ذلك لأجل التقية وذلك واضح لا يحتاج إلى مزيد تجشم هذا في كتاب الطهارة جزء 3 صفحة 315 وكثيرا ما يؤكد المام الأخوين على ذلك فيقول أن الإسلام ليس إلا الشهادة بأن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله هذا في كتاب المكاسب المحرمة جزء 1 صفحة 249 ويقول أيضا ما أخذ في مهية الإسلام يعني في حقيقة الإسلام ليس إلا الشهادة بالوحدانية والرسالة والاعتقاد بالمعاد فالإمامة من أصول المذهب للدين أيضا في كتاب الطهارة نفس المصدر وقال الخميني مثبتا طهارة المخالفين وإسلامهم مع قيام الأدلة على طهارتهم من النصوص المتفرقة في أبواب الصيد والذباحة وسوق المسلم وغيرها والتواهم أحد من المسلم في النصوص والفتاوى في تلك الأبواب خصوص الشيعة الاثنى عشرية من أفحش التواهمات هذا كله لو سلم أنهم كفار مع أنه غير مسلم لتطابق النصوص والفتاوى في الأبواب المتفرقة على إطلاق المسلم عليهم في كتاب الطهارة أيضا جزء الثلاثة سبحة 318 وبعد أن اعترف الإمام الخميني بصحة الروايات التي تكفر المخالف في الإمامة قال هذا الروايات صحيحة شو نسوي له يعني حسب السند وحسب الكذا تعتبر صحيحة حملها على الكفر المقابل للإيمان وهو الذي يكون صاحبه مسلما ظاهرا في الدنيا وكافرا مخلدا في نار جهنم يوم القيامة وذلك حين رد على الشيخ يوسف البحراني الذي حملها على الكفر المقابل للإسلام هذا في القرن التاسع عشر كان فقال المانخميني فهل لا تنبه يعني هذا يوسف البحراني بأن الروايات التي تشبث بها لم يرد في واحدة منها أن من عرف علي عليه السلعان فهو مسلم ومن جهله فهو كافر بل قابل في جميعها بين المؤمن والكافر والكافر المقابل للمسلم غير المقابل للإيمان كتاب الطحارة وأيضا قال فما وردت في أنهم كفار لا يراد به الحقيقة بلا إشكال ولا التنزيل في الأحكام الظاهرة فلابد من حملها إما على التنزيل في الأحكام الباطنة كالثواب في الآخرة كما صرحت به رواية السيرفي أو على بعض المراتب التي غير مربوطة بالأحكام الظاهرة هذا في كتاب الطحارة نفس المصدر جزء 3 صحة 223 واستنتج الخميني في كتاب الأربعون حديثا أن الأخبار في هذا الموضوع وبهذا المضمون كثيرة ويستفاد من مجموعها أن ولاية أهل البيت عليه السلام شرط في قبول الأعمال عند الله تعالى بل هو شرط في قبول الإيمان بالله وبالنبي الأكرم صفحة 592 وقال أن الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علين وأوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم السلام بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية إن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الأعمال ويعتبر من الأمور المسلمة بل تكون من ضروريات لمدهب أهل التشيء المقدس وتكون الأخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذه الكتب المختصرة على استيعابها وأكثر من حجم التواتر يقول الروايات في هذا الموضوع ورده نجي على السيد الخوي يقول للكفر مراتب عديدة منها ما يقابل الإسلام ويحكم عليه بنجاسته وهجر دمه وماله وعرضه وعدم جواز مناكحته وتوريثه من المسلم وقد دلت الروايات الكثيرة على أن الأبرى في معاملة الإسلام بالشهادتين التي عليهم أكثر الناس كما تأتي في محلها ومنها ما يقابل الإيمان ويحكم بطهارته واحترام دمه وماله وعرضه كما يجوز مناكحته وتوريثه إلا أن الله سبحانه ويتعامل معه معاملة الكافر في الآخرة وقد كنا سمينا هذه الطائفة في بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا وكافر الآخرة هذا كتاب الطهارة من التنقيح في شرح الأروا الوثقى جزء 2 صفحة 63-64 وأما سيد محسن الحكيم المرجع الأسبق فإنه بعد أن اعترف بصحة وتواتر روايات كفر المخالف في الإمامة لا يكون روايات متواترة وصحيحة فماذا نفعل نحن حملها على الكفر المقابل للإيمان نفس الشيء والذي يكون صاحبه مسلما طاهرا في الجنيا وكافرا مخلدا في النار يوم القيامة فقال وأما النصوص فالذي يظهر منها أنها في مقام إثبات الكفر للمخالفين بالمعنى المقابل للإيمان كما يظهر من المقابلة فيها بين الكافر والمؤمن فراجعها هذا في مستمسك الأروا الوثقى جزء 1 صفحة 391 كما لاحظنا أن المراجع المتأخرين يحاولون أن يخففوا تلك الروايات وبالرغم من اجتمال هذا التأويل والتخفيف لأحاديث الأئمة بتكفير من لا يؤمن بنظرية الإمامة هذا يعتبر تطور إيجابي كبير في الانفتاح على المخالفين من أهل السنة والفرق الشيعية الأخرى غير الاثنى عشرية يعني حتى الزايدية حتى الإسماعيلية حتى الواقفة مثلا يعتبرون ذولا إلا أنه لا يكفي هذا التأويل والتخفيف لا يكفي في تأزيز أواصر الأخوة الإسلامية بين الاثنى عشرية وغيرهم من الفرق الإسلامية والعمل من أجل تحقيق الوحدة الإسلامية المنشودة التي يرفع الشيعة الاثنى عشرية اليوم رايتها هم ينادون بالوحدة ولكن هذا في تراثهم في مشكلة في أزمة يعني إذ لابد من التخلص نهائيا من ذلك التراث الطائفي السلبي وهذا يتطلب عملية اجتهاد جذرية كبرى وشجاعة للتخلص من ثقافة التكفير والتفسيق والتغليل وحصر الإيمان والنجاة في الفقر الاثنى عشرية وانأكاس تلك الثقافة السلبية على كثير من الأحكام الفقهية كما تحدثنا في البداية والمواقف السياسية مثل الصلاة خلف السنة وجواز استخابتهم وهجوهم والزواج منهم وإعطاء الزكاة لهم والولاء السياسي لهم أو التصويت لهم في الانتخابات أو النخراط معهم في أحزاب موحدة وما إلى ذلك كالمواقف والفتاوى السلبية والمقززة التي نسمعها بين الفينة والأخرى حتى من بعض المراجع الوحدويين كسيد السستاني الذي اشتهر عنه قوله لا تقولوا السنة أخواننا وإنما قولهم أنفسنا ومع ذلك نشوف تصدر أنه عند فتاوى طائفية منغلقة يعني ضد الآخرين لماذا؟ لأنه يعني رغم إيماني بالوحدة ودعوتي للوحدة ولكنه يعني بالحقيقة مرتكس في هذه الثقافة الطائفية ونعتقد بأن الاجتهاد العميق والجريء والجذي للتخلص من ذلك التراث الطائفي يتطلى بالخطوات التالية واحد الاجتهاد الدقيق في علم الرجال وعدم تقليد علماء الطائفة الاثنية العشرية السابقين قبل ألف سنة الذين وثقوا أصحاب الباقر والصادق والكاظم والرضا وغيرهم من الأمة كل هؤلاء ناس ثقات ورعون أو توثيق وأكثر من ذلك يعني بعض الرواة علماء الرجال السابقين ضعفوا بعض الأصحاب مثل المفضل بن عمر ولكن يأتي بعض الناس اليوم كسيد الخوئي مثلا يوثق هذا الراوي اللي هو راوي هالأحاديث قسم الأحاديث التكفيرية هذا المفضل بن عمر اللي هو مغالي وزعيم الفرقة الضالة الملعونة المفوضة والناس يعني ما يشتهدون بدقة فيعتقدون أن هذا كان يعني ثقة رغم أن هم ملعون على لسان إمام الصادق فإذن نحن نحتاج إلى اجتهاد في علم الرجال وعدم تصحيح وتوثيق كل الأصحاب الأئمة لا نجب نشك فيهم اللي يرون هالروايات خصوصا اتنين التحقيق في سند الأدعية والزيارات والأحاديث الشادة والمجهولة التي تنطوي على الغلو وتكفير أنه هذه روايات ممعقولة يعني عجيبة غريبة والسند كل لازم نبحثها ثلاثة الالتزام بمنهج أهل البيت في عرض أحاديثهم المنقولة على القرآن والسنة النبوية هم يقولون ذلك كهذا الحديث لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا متقدمة فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله فإن إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله ما عدا شي آخر فهذه الأحاديث التكفيرية من أين جاءت هذه كده أحاديث كلها مكذوبة على لسان الباكر والصادق يواصل الإمام الصادق فيقول والله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا ما نقدر على ظر ولا نفع وإن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا والله ما لنا على الله من حجه ولا معنى من الله براءة وإننا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعثون وموقفون ومسؤولون وأيضا هذا الحديث المشهور في باب الترجيح الذي يردوه إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما فعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خال في كتاب الله فردوه إذن هذه كل الأحاديث التكفيرية التي تفسر الإيمان بالولاية وتعظم الولاية إلى درجة أعظم من بقية أركان الدين ها كل أحاديث موضوعة وكاذبة ومخالفة للقرآن لأنها ومن الواضح أن أحاديث التكفير التي تربط الإيمان بولاية أهل البيت والكفر بعدم الأتراف بهم كلها مخالفة للقرآن والسنة النبوية مما يسقطها كلها عن الصحة في نسبتها للإمامين الباقر والصادق وبقية الأمن تراث موبوء جاءنا من أيام الفتنة والبعض لا يزال يتشبث به حتى اليوم الخطوة الرابعة إذا افترضنا هذه الأحاديث كلها صحيحة ومتواثرة وصدقنا بالروات وصدقنا بالسند وقلنا أنه هذه أحاديث جاء من الإمام الباقر والصادق والعياذ بالله لازم نعيد النظر في عقيدة الإمام الإلهية المنسوبة للباقر والصادق إذ لا يجوز التصديق بكلامهما على فرض صحة السند إليهما بناء يعني نؤمن بهذه الحاديث لأنه الباقر والصادق قال طيب هو فسر الإيمان والكفر بهذا المعنى بالولاية يعني وادعوا أن هم ولايتهم هي التي تقبل العمال وإذا واحد ما عنده ولاية الله ما يقبل عمله ورفع درجة الإمام إلى درجة النبوة أو ربطها بتوحيد الله والتقليد من شأن شهادة لا إله محمد رسول الله أنه معقولة افترضه نفترض ويفرض المحال ليس بمحال أن الباكر قال ذلك طيب من هو الباكر حتى احنا نجي ناخذ كلام أول كلام خل نعرف هل هو نبي ليس بنبي هل يوجد عليه نص من الله في القرآن أو النبي محمد لا يوجد عليه أي نص بذلك ولا من الا اما السابقين ولا اما السابقون لم يكون يعرفون نظرية الإمام والولاي وما شابه فإذا اذا افترضنا الباكر هو الذي قال ذلك طيب احنا نقول لأنت يعني أول كلام كيف نصدق بكلامك كيف نأخذ من عندك وبعدين نبني على كلامك انت رجل عادي من عرف احنا مثلا ما يجوز احنا نأخذ كلام اي واحد يدعي شيء معين ونقول كلامك صحيح ميمية اذا افترضنا وهذا فرض بعيد جدا وكما قلنا كل هالأحاديث مكذوبة للامامين الباكر والصالق خمسة الاجتهاد في موضوع وجود الامام الثاني عشر محمد ابن حسن العسكري والذي لا توجد عليه اي أدلة تاريخية مع عدل افتراض الفلسفي وبعض الاحاديث المفبركة الموضوعة في زمن المتأخر فاذا بحثنا هذا الموضوع كل نظرية الامامة تنهار وهي انهارت وانتهت وانقرضت وبادت وليست موجودة ولكننا ذهنيا نؤمن بان الولاية شيء مهم وهي شرط قبول الاعمال وهي مثلا اساس الدين هذا كله مصحية فاذا احنا توقفنا واجتهدنا في موضوع ولادة ووجود هذا الامام الثاني عشر المفترض علما بان هذه الثقافة المغالية والمتطرفة والتكفيرية القائمة على نظرية الامامة الالهية لم تعرف عند عامة الشيعة في القرن الاول الهجري وفي ايام الامام علي والحسن والحسين وزين العبدين ولم يعرفها حتى الامام زيد بن علي في القرن الثاني الهجري عندما قام بثورته ضد الامويين عام 122 ولم تعرف عند عامة الشيعة في القرون الاولى حتى القرن الثاني والثالث والرابع ولا سيما عند الشيعة الزيدية اللي هما كانوا التيار الأكبر والأوسع في ذيك الأيام عامة الشيعة لم يكن يعرفون لا الأحاديث ولا نظرية الإمامة مع هذا فريق سري باطني كان ينسب هذه النظرية سرا إلى الأئمة المذكورين والأئمة المذكورون على أن كانوا ينفون هذه النظرية يعني إمام الصادق حتى بالكافي موجود يسألوا أنت إمام مفترض من الله يقول لا قالوا له جماعتك في الكوفة يقولون قالوا أنا ما خصنا فيهم أنا لا أقول لذلك فإذن هذه كانت نظرية سرية عن بعض الناس الغلاث المتطرفين الباطنيين وكتبت في كتاب الكافي في القرن الرابع وإلا هذه ليست نظرية الشيعة ولا أثباع حتى الأئمة في هذا وإن نظرية الإمامة لم تستند على آية صريحة من القرآن أو حديث متواتر وثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وإنما قامت في بدايتها يعني قامت على أسطورة تكلم الحجر الأسود برسال عربي فصيح والسلام على زين العبدين والحكم بينه وبين محمد بن حنفية أنه اختلف حتى محمد بن حنفية دعا زين العبدين إلى حسب ما تقول الرواية يعني المروية عن الباكر قال تعالي اتبعني فقال له أنت ليست إمام من الله فقال كيف أنا أمم من الله ما هو الدليل أنت لا وجد عليك أي نص ولا أوصية ولا شيء يعني لماذا أنت إمام وأني مو إمام فقال نذهب إلى الحجر الأسود ونحتكم إليه فذهب وسلم عليه ولم يجب محمد بن حنفية وأجاب زين العبدين سلم عليه رد السلام بلسان عربي فصيح هذه معجزة يعتبروها تثبت إمامة الباكر اللي استمدها من أبيه زين العبدين وهي معجزة حدثت حسب ما يقال عندما دعا ابن حنفية ابن أخي زين العبدين لاتباعه في الإمامة ويقال أنها وقعت في الكعبة ولكن لم يشاهدها أحد من الناس ولم يرويها غير محمد الباكر عندما كان طفلا صغيرا بعمر خمس سنين أن الحادثة حدثت فكيف رآها ومن رآها وكيف نقلت إليه على فر صحة الرواية على الباكر وهي غير صحيحة أيضا في حين أن تلك المعجزة تكلم الحجر الأسود لم تحدث للنبي العظم صلى الله عليه وسلم الذي كان المشركون في مكة يطالبونه بآية حتى يسلموا على يديه ويصدقوا بنبوته وما كان الجبلون معجزة فلماذا تأتي المعجزة لزين العبدين مثلا وهكذا قامت نظرية الإمامة على أساس هذه الأسطورة وأساطير أو معجز أخرى ولكنها سرعانة مواجهة عقبات كأداء في غياب النص الواضح الصريح على بقية الأم مما أدى إلى تفرق الشيعة عقب وفاة كل إمام إلى عدة فرق ووصول النظرية الإمامية أخيرا إلى طريق المسدود بعدم وجود ولد الإمام الحسن العسكري لكي تستمر الإمامة فيه وفي أعقابه وعدم تحدثه العسكري عدم تحدثه عن مصير الإمامة من بعده مما أدى إلى تفرق شيعته إلى أربع عشرة فرقة ووقوعهم في الحيرة الكبرى التي دفعت كثيرا من من كان يعتقد بالإمامة إلى الكفر بها أنا أتبين هذه النظرية وهمية خيالية يعني ما لحقيقة والتراجع عن القول بها والانتقال إلى الحركة الزيدية أو إلى حركات أخرى وبالرغم من افتراض الفرقة الاثنى عشرية وجود ولد في السر للإمام العسكري والقول بأنه الإمام الثاني عشر وأنه المهدي المنتظر إلا أن عدم ظهور ذلك الولد المدعى الغائب كان إذانا بانهيار نظرية الإمامة واتضاح قيامها على أسس مثالية خيالية واهية لم ينزل بها الله من سلطان وفي حين كان يجدر بمنظر الإمامية والاثنى عشرية أن يعودوا إلى القرآن والسنة والعقل ويؤمنوا بنظرية الشورى المقابلة لها وحق الأمة في اختيار الإمام وما في أدنى إمام من الله حتى إذا واحد اتبعه يكون مؤمن وإذا ما آمن به يصير كافر ونظرية الشورى القائمة على التقوى والألم والكفاءة كما فعلوا مؤخرا اليوم مثلا الشيعة ينتخبون أئمتهم بأنفسهم وهؤلاء الأئمة ليسوا من الله إنما من عندهم كما فعلوا مؤخرا بإيمانهم بنظرية ولاة الفقه أو النظام الديمقراطي فإن بعض الفقهاء الشيعة لا يزال يتشبث بمخلفات نظرية الإمامة الميتة والمنقرضة مثل الاعتقاد بأنهم هم الفرقة الناجية وأن من لا يؤمن بالنظرية الإمامة يلقيه الله في النار يوم القيامة أو الانطواء الطائفي على الذات في السياسة وفي المجتمع وفي الاقتصاد وفي كل شيء وعدم الانفتاح على بقية المسلمين أو الشيعة الزيدية مثلا انفتاحا كاملا واحترام عقيدتهم والتفاعل الإيجابي معهم ومما يأسف له أيضا التزام الشيعة الإمامية بالقراءة التاريخية السلبية الملازمة لنظرية الإمامة والمتفرعة عنها لما حدث في سقيفة بني ساعدة من اعتبال مبدأ الشورى في اختيار أبي بكر كأول خليفة للمسلمين واتخاذ موقف عدائي منه ومن بقية الخلفاء الراشدين والصحابة الذين لم ينتخبوا في البداية الإمام علي بن أبي طالب واتهامهم بالردة والكفر وتأليف أسطورة إكراها الإمام علي على بيعة أبي بكر والهجوم على بيت الزهراء وكسر ضدعها وأسقاط جنينها وما يرافق ذلك من السبج واللعن وهو من عكس عبر التاريخ وينعكس دائما سلبا على الشيعة الإمامية ويزيد من أزلتهم وانطوائهم وابتعادهم عن بقية المسلمين وبالرغم من تحريم مراجع الشيعة الوحدويين المعاصرين كالإمام الخامنئي مثلا تحريم السب واللعن للخلفاء الراشدين أو الاعتداء على أم المؤمنين السيدة عائشة فأن النظرية الإمامة هذه النظرية مادام واحد يؤمن بها تستمر في شحن النفوس وأيضا تقليب المسلمين ضد الشيعة والتشكيك بصدق دعوتهم للتقريب أو الوحدة الإسلامية يقولون كيف أنتم تدعون الوحدة وأنتم تضمرون في قلوبكم أننا كفار مثلا أو أننا منافقون أو أننا كذا وكذا أو لا تتعاملون معاملة بقية الناس بقية الشيعة مثلا هذا السؤال حقيقة مطروح وفي محله ولا يمكن التخلص من رواسب نظرية الثقافة الطائفية السلبية والانطلاق نحو الوحدة الإسلامية الحقيقية إلا بالتحرر من نظرية الإمامة التي لا وجود لها اليوم ولئن كان يصعب على كثير من الشيعة الإمامية إعادة النظر في نظرية الإمامة أن المجتمع والجو المحيط بهم كله يؤمن ويعتبر من يكفر بالنظرية الإمامة هذا خارج عن الإسلام مثلا فإن مفتاح الخروج من هذا المأزق التاريخي هو إعادة النظر في موضوع الإمام المهجي الغائب فإنه الخيط الواهي الذي تتعلق به نظرية الإمامة وإذا انقطع هذا الخيط سقط الإمام به وسقطت نظرية الإمامة برمتها ولم يعد لها أساس تقوم عليه نأمل أن ينطلق كل الناس الفقهاء وعامة الناس الحريصين على الوحدة الإسلامية الحريصين على الأمة الإسلامية ومستقبلها أن يعيدوا النظر في موضوع الإمامة الثاني عشر وفي نظرية الإمامة حتى يتخلصوا من كل تلك الأحاديث التي وضعها المتطرفون الغلات سرا ونسبوها إلى الإمام باقر والصادق كذبا وزورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته